رانيال وكراسامينغا أصبح رئيسا لسرلنكا بعد تصويت البرلمان عليه حصل رانيال على 134 صوتا من أصل 225 برلمانيا اقتصاد البلد اليوم في مكان صعب للغاية الشباب والشابات يطالبون بالتغيير في النظام هناك العديد من المشاكل في العالم وعلينا المضي قدما نأدون الوقوع فيها ما يطلبه الناس منا ليس السياسة القديمة يجب على البرلمان أن يتحد في مواجهة هذه القضايا وزير السياحة والأراضي السرلنكي هارين فرناندو الداعم للرئيس الجديد أكد لقناة الغد أن رانيال وكراسامينغا يملك من الخبرة ما يستطيع بها إنقاذ البلاد أعتقد أن فوز رانيال كان تاريخيا هو الوحيد من حزبه عضو في البرلمان واصطاع الفوز بالرئاسة هذه إشارة إلى أن البلاد تحتاج من يمتلك خبرة كبيرة وقد بدأ بالفعل حل بعض المشكلات الاقتصادية مثل الغاز حسم البرلمان السرلنكي الجدل داخل مؤسسته بشأن منصب رئيس البلاد منصب مهمته لن تكون سهلة بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد والتي أدت إلى احتجاجات عارمة نتج عنها فرار الرئيس السابق طابر جباكسا إلى سنغافورة المحتجون يستمرون في التظاهر ويرفعون شعارات مناوية للرئيس الجديد الأمة كلها كانت تعاني جحيما بسبب القادة الفاسدين والطريقة التي كانوا يحكمون بها البلد فعلوا كما يحلوا لهم وسرقوا كل الأموال التي تخص بلدنا بسبب ذلك كان الناس يموتون في طوابير الرئيس الجديد تعهد بخدمة البلاد وأكد احترامه للتظاهر السلمي لكنه كذلك أكد على ضرورة تطبيق القانون وحماية الحق العام إذن حسم البرلمان السرلنكي فوز رانيل وكرسامينغا برئاسة البلاد بعد أزمة رئاسية استمرت لأسابيع حاليا يواجه رانيل معضلة الأزمة الاقتصادية والمحتجين الرافضين له فهل سيستطيع النجاح في مهمته محمد الفنيش قناة الغد من أمامي البرلمان السرلنكي اشتركوا في القناة